اتفاق الجميع مطلوب لان اي حل الانتراجي ميت ما يعني ما اصبح اليوم ان احنا نقدر نأمر بحد بدون التشاور مع جميع الكتب السياسي هذا اليوم انتهت لكن هذا ما يعني ان احنا نتواصل مع الان فالغريب وانا هذي نمزعك المئة في الشيء كل ما بدين نفطي خطوات عامة ومهمة ان كنتم تعرفون عنها بلقاءات شخصية مع مسؤولين في هذه الجمعيات السياسية ما نوعنا زائد الانتراجي واضحة يعني ان اليوم قبل ان اروح عنديك اجتمعت معا افعالي الاسود في لندن هذي المعلومة غير معروفة للكديد ورأيت في هذا الشخص لغني انا اختلف معاه في بعض الأمور السياسية لكن ارأيت فيه نفس صافيا وروح طيب وانا سافر واتمنى ان يوم من الايام انه يستلم مسؤولية التلمات في هذا البلد وانتعاون على بناء هذا الوطن بصورة اللي احنا نريدها تكلمنا في امور كثيرة ذد والاعمان ما هو المنظوم ما هو المستقبل وهذا الاحترامين داروا وغيره من الاشخاص ووصلوا من الوسائل الى قيادة الوقت بل يعتقد ان احنا مسجلسين وانتخذين الحبل على الطارق ومختلف طبعا هذا كله تحشبا ان احنا نتدارس ونتفاكر في الحلول ونطرح على الأصوان في الجمعيات الأخرى من تواطف وطني وغير من من تنظيمات على اساس ان نجد حل تواطفي يخرج البحير من هذه الهتاة ونفاجر وهذه الأعمال الرائحة والرسائل الرائحة والديوان الملكي يسأل ومهتم كيف الحن فيه ونعتبر هذا الحن مقصود مقصود لأشياء الله وانا ما ام من الانسان اللي غير ملم بالعمل السياسي اللي غير حصل انه يزعد ويقول والله انا اشوف ما اشوف فيه حوار ما اشوف فيه تقدم اكيد بيزيد لنا لا يقوم فيه تقدم وفيه كلام وفيه حوار جاد وكل ما اتخربنا من الحل زاد لنا باين تقع المسؤولية بهذه هل نستمر على هذه الطريقة ونحفر بأنفسنا ونجرح أنفسنا بأفعالنا ونسمع للمطرفين انهم يلعبون لمشاعر الناس ويزيدون هذا الألم اللي احنا عايشينه من سنين فالحقيقة يعني انا رابع بهذه هل نسميها الحلقة المخرجة اللي مانت وراها خير وأريد أن كل الأوراق على الطاول وأن الكل يتوق أن هذه سياسة اللي نستمرين فيها أو واقع اللي نستمرين فيها لا يمكن أن يستمر لا يمكن من لكنها والخطورة على المجتمع أكبر الآن أصبح من مقارنة اللي في أي وقت المرة فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل أولا أننا نتكلم بصادر وإذا في كلام بين الجهات والأطراف دع لنا على أساس أن المحل يترمزايا ويشكل وفي نفس الوقت نحن نبي نستمر ونهدئ النمور ونوقف العمد في منادات الإشتراك في عمليات ممكن نثير الآخر من حركات فيها تمرد ولا حركات فيها تشفيق ولا حركات فيها تنخيم لبعض الأمور هذه الليل حدي لك فكفائية يعني فقدان حقيقة للفرص وللأعمال وللأرواح وللقيم وللأمان كفائية تفاية القانون سيسرع على الجميع هذا هو واقع لكن يجب أن يسرع على هذا هذا يعني أنا قرر ومن منصبك ولعاد أنا إبداي وتصور لي أن العمل من الدؤو الصحيح الفعلي على إيقاف هذا العمل العنف المسامحة الموجود في المجتمع يجب أن يكون مسؤولية الجميع خلاص لأن مستقبلنا الأن والدين وغير عن ذلك يجب على أساس أن تصفى المخوص أن يسرع كذا من جميع الأطرار من جميع الأطرار من خلال معها لأن الكل يعتقد أنه حقوقاً ما يجعله فإذا هو إيهانة أنا ما عندي خوف أن أنا أعتبر أريد أن أسمحون أن أحد حس الإيهانة أو إذا أضيف فقدت ما يهمني أن أنا أعتبر إذا قضية تجبت ما يهمني أن أنا أعتبر أنا أعتبر إذا روح فسر أنا عم أعتبر وهذا اللي أتمنى من القيادات والجمعيات السياسية أنهم يكونون قلب المشؤولية في هذا الوقت لأن الحقيقة المنطوبة الآن هو التفاع عن البحرين وليس التفاع عن فئة معينة ومستقبلنا المشترك أهم من كل شيء وإحنا طول عمرنا ربينا في المجتمع في عدة ملاحظ وقوائف وألوان وأشكال وإذا استمرنا في هذا الطريق عيالنا ما يربون؟ ما يشوفون؟ ما يتعولون على التراهية والشكل؟ وهذا يعني شيء غريب علينا وشيء لازم ما يتخلق المشاهدة فهل القيادات الموجودة قادرة أن تقوم هذا؟ هل عندها الشجاعة؟ وليس شجاعة الطلب الشهارة أو شجاعة طلب السكن؟ لا تشتفيدون إليهم إذا هذي منية الشخص أنه يكون ينفلد في السجن معنات أنه مالنية أنه يفتر في المجتمع أهل قادرة السجن ندور غيرها نحن نريد ناس مستعدين ينفلون في السياحة يخافون عن أبنائهم ويبدونهم بالطريق الصحيح ونعود على اللقد على الوضع الذي نفلنا فيه وعشر لا تنسونها وكذلكم أنتم عارفين الإنجازات التي كانت موجودة ومطروحة وكلها اليوم تحت التجريب وكري أنتداء أكثر هذا الغريب تنتهي قريب وكذلكم يعني هذا الآن التحليق أنه إذا أنتم تقرؤون ماذا يصير أو اللي قاعد يصير في العالم العربي تشوفون أنه هذا اللي قاعد يصير إن كانت سوريا في البشر إن كانت مصر حكوة عادة عادة جيف ولوه قاعدة عادة نحن في البحرين ما نكون جزء من هذا البصر في العالم العربي اللي هو نظام مدني وحارب نظام دين لازم نتحاير ونكيب مع بعضنا بعض بحيالة صغيرة وممكن بشكل بس يربيها شجاعة وشجاعة التوارد ممكن المزاعد هذا الحقيقي المفضوح وإن شاء الله يوفقنا في هذا العمل وأنا ما بوقف يعني إذا مدام في شخص طالب لخير بهذا البلد هذا يستعد أنه بابي مفضوح ومساعدات الإسمعاء والتحاول معه وإن شاء الله نوصل رسالته للآخرين ونجد إجماعنا لأننا عرب وشرقيين هذا الأغلبية البسيطة ما تنجد نحن نتحاول بين بعضنا بعض نتفاكر ويتنازل من يتنازل ونحقق ممكن نحققه في هذا الوقت ويقولون العرب البدوح للطالب هذا عدد لكن على هجر ما بنوصل إلى الهجر تغلوها مني كشاب بحريني محتم وحريص على مستقبلكم ومستقبل عيادكم وعيادكم لكذا ما تعد وأنا كأمانكم الليلة قلوا هذا الكلام وإذا وإذا أي أحد حاس أنه بطنيتاً أو جنسيتاً أو ضائفاً تببت له أي نسمينا صعوبات وإذا تغلقات مؤمن منك على من الآخر التي تتجاوز حدولاً ولا عرفت كيف تقدر المواقع البحرينية الصحية فيا أخوة أنا رسالتي اليوم كالأرض الناس كربتك الخمور ممكن من نفسي في أي لحظة إلا إذا يعسر العالم يستيقظ وتستيقظون كمسؤولين في بلدكم وتنصحهم الجميع بالتواصل مع بعضهم بعضهم الاعتدار من فوري والعمل الفوري على إيقاظها لكم وآنا أسكر نفسي وجهودي وعمل لتحقيق هذه الواقع فإن شاء الله الله يرشبني معكم وأتمنىكم كل الخير أسكر لكم الحبيبة شكرا كبير ولكم كل التغيير من دي الحار والمحن شكرا شكرا